هذا وتعتبر العلاقات الاقتصادية البحرينية المصرية نموذجاً يحتذا به بين العلاقات العربية كافة لكونها تشهد دائماً توطيد جسور التوافقات التجارية المشتركة بين الملامة والقاهرة على صعيد مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية فالتفاهمات والتجارية بين البحرين ومصر تتعظم أكثر فأكثر بفعل آليات العمل الرحبة والتنسيق المستمر الأمر الذي يبشر بتنامي العديد من الفرص الاستثمارية داخل القطاعات الواعدة فيها التوافقات الاقتصادية المشتركة التي نشأت مستندة على رحابة العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة الممتدة منذ عقود تتعظم أكثر فأكثر بفعل آليات العمل الرحبة والتنسيق الدائم بين الجانبين على صعيد مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية واللوجستية الحيوية التي تتنوع فيها الصناعات النفطية وغير النفطية وقد يكون على رأسها القطاع التمولي والمصرفي والإنشائي والمنزلي والصناعي والسياحي وحتى الغذائي لتنشط في حدود بيئة استثمارية متميزة يحتضنها البلدان ويسعيان جاهدا لاحتوائها وتنميتها فهي بالأصل تستند على الثقل الاقتصادي الذي تتميز به المنامة والقاهرة وعليه فإن قوام الشراكة صفة معتمدة بين ما يتم تصديره وما تبدو الرغبة في استيراده من سلع ومواد غذائية وأخرى صناعية تفخر البحرين ومصر بنوعية إنتاجها العلاقات الاقتصادية البحرينية المصرية تعد نموذجا يحتذا به لنوعية العلاقات العربية فهي من تشهد تناميا ملحوظا أوجد العديد من الفرص داخل القطاعات الواعدة من أجل زيادة حجم التجارة البينية فمملكة البحرين تأتي في المرتبة السادسة عشر ضمن قائمة الدول المستثمرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة من خلال مائتين وست عشرة شركة بحرينية ينوف رأس مالها على ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار أمريكي إن توسيع نطاق حجم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والبحرين يعتمد على المقومات الكبيرة للبلدين لتترجم إلى مشروعات ترتقي معها التنمية الاقتصادية فيهما ليبشر ذلك بزيادة مستمرة في حجم التبادل التجاري بين منامة التاريخ وقاهرة المعز